طيب أبدأ مع دكتور أحمد دكتور أحمد إذا نتحدث هنا عن اتفاقية روسية صينية ولكن أرواية المتحدة الأمريكية يعني هناك قلق من هذه الاتفاقية لماذا برأيك هناك قلق من هذه الاتفاقية؟ يعني أولا القلق الأمريكي من التقارب الصيني الروسي هو قلق مستمر أمريكا لا تريد أن يكون هناك قوة منوائلها في النظام الدول الآن هناك معركة كبرى على هيكل النظام الدولي نعرف أن الأحاديات القطبية الأمريكية التي سادت في العالم بعد النهارة حتى السوفيتي على مدار سلسة عقود الآن تتحول إلى التعددية القطبية يعني هناك اتجاه المتصرعان في النظام الدولي أمريكا تريد التشبس بالحاديات القطبية الهيمانة على العالم سياسياً واقتصادياً وعسكرياً في مقابل أن كل من روسيا والصين تسعيان للتحول إلى النظام الدولي متعدد القطبي وتسعيان إلى بناء الامتلاك الكوى الشاملة العسكرية القوة سياسية. ونعرف ان على سبيل المثال روسيا والصين عضا في مجلس الامن الدولي. يمتلكان حق الفيتو مثل امريكا. الصين ساني اكبر اقتصاد على مستوى العالم. ساني ميزانية عسكرية هذا العام بمقدار تلتمائة مليار دولار. بمعنى ان هناك الان صراعه. بالتالي امريكا تقلق من التقارب بين البلدين. هي بتعتبر اه امريكا بتخشى ان هذا التقارب سيقوي دولتين وبالتالي ينهي ما يسمى الفترة او عهدت او فترة الحقبة. اه اه احدية القطبية في العالم. التي طبعا ادت للترابل على القاتل الدولي. الصين وروسيا لديهم مصالح مشترك. فيما تعلق اولا بتعزيز التعاون السنائي بينهما في اطار متلاق الكوى الشاملة الاقتصادية والسياسية العسكرية. ولديهم هدف مشترك في مواجهة النفوذ الامريكي او صد ما يسمى الهيمان الامريكية. خاصة ان امريكا اه يعني تستنزف او تحاول استنزاف روسيا عبر اه جابهة اوكرانيا واستنزافها اسكريا وبشريا وتحاول استنزاف هذا الامر ايضا مع الصين في جابهة طيوان ولذلك الصين من خلال التقارب مع روسيا هي تتبنى نفس الاستراتيجية الامريكية هي بناء شراكات دولية تحالفات في مواجهة الشراكات الامريكية الدولية. امريكا اقامت شراكات مع مع الاوروبيين لمحاصرة روسيا وفرض العقوبات عليها. اقامت ايضا في شرق اسيا شراكات مع دول حليفة مثل تحالف كواد الرباعي الذي يضم الهند واليابان وامريكا واستراليا. ثم هناك تحالف اتفاقات اقوز بين استراليا وبين بريطانيا وامريكا. ولذلك الان ردا على الشراكات الامريكية ومحاولة حسارة دولتين او خنقهم او كبح اندفاعهم او صعودهم في النظام الدول الاقتصادية تعبر دائما على القلق. ولذلك امريكا تستخدم سياسة العصة من ناحية فرض عقوبات على روسيا على هامش اوكرانيا. وايضا تفرض عقوبات على الصين كما رأينا فيه حتى صناعة الفلزات والرقاق الالكترونية. هناك يعني عقوبات على الصدرات الصينية لامريكا. وبالتالي في التوازي مع هذا تبني شراكات الاحتواء الصين. وهنا ينبع هذا القلق الامريكي من التقارب الصيني الروسي لانه يعزز مكانة الدولتين يساهمان ايضا في الحد من هذه السياسات الامريكية التي يعتبرها سياسات عدائية تجاه البلدين.